موسيقى ما هي الحياة؟ لا تحاولوا الإجابة عن هذا السؤال فهو موضوع في صورة مغالطة مفهوم عام جدا لكي يعرف مع ماذا نحن نصطدم على الدوام في تعاطينا مع هذا العالم هذا أكثر تحديدا وسأرد لكم جوابي أنا الذي قد توافقونني عليه أو لا توافقونني في الحياة دائما لنا شأن بالاختلاف إيجاد الاختلاف هو ميزة أساسية لعقلنا فهو يمكنكم من إيجاد مكان واحد على كوكبنا هذا وحيث لا يوجد أعلى وأسفل ويسار ويمين وداخل وخارج وحيث لا توجد سياه وأشكال نحن في الحياة وطول الوقت لنا شأن مع الأشكال والمثميات والتعارف فهل يمكنكم إيجاد مكان واحد على الأرض حيث لا توجد أشكال ومثميات وتعارف؟ فحتى في الضباب نحن نجد ونحدد الأشكال المعروفة اعتياديا لنا يمكن التأكيد أن الأشكال موجودة كنتيجة لمقدرة الإنسان على إيجاد الاختلافات والتباينة من في داخلكم يميز ويباين؟ ماذا يحدث لو أنكم توقفتم عن التميين؟ نحن في هذا العالم دائما نميز المتناقضات في داخل الأشياء الأشكال ومن خارجها في داخل الأشياء نحن نميز اليسار واليمين ومن الخارج نضع الأشياء المتناقضة على التقابل وفي جهتين متقابلتين تفصل بينهما حدود غير مرئية زد على ذلك أن كل واحد منا يدعو حدوده الخاصة به ما هي هذه الحدود؟ وأين تشق طريقها؟ وكيف نفعل ذلك نحن؟ طالما أن في كل شيء أو ظاهرة يوجد شيئان متناقضان فهل يمكنكم إيجاد في الشيء نفسه متناقضا ثالثا؟ لدى قلم الرصاص مثلا نهايتان فهل بإمكاني إيجاد نهاية ثالثة لقلم الرصاص نفسه؟ لا وهل لدى قلم الرصاص شيء آخر؟ أيضا لا إذن إن هذا العالم مزدوج أي مثلوين كل الأشياء فيه من الداخل ومن الخارج تملك متناقضات المتناقضتان الأساسيتان في اللغة الصينية تمت تسميتهما باليانغ واليانغ بدايات الذكورة والأنوثة على التوالي الموجب والسالب النشط والخامل المذكر والمؤنث بدايات تنفذ إلى كل الفضاء وإلى كل الكون المثلوي إن التأثير والتفاعل المتبادل بين بدايات الذكورة والأنوثة يولد الأشياء ويحافظ عليها وكذلك يدمرها إذلك في الكون المزدوج توجد ثلاث حالات لتواجد الأشياء والناس التكوين والحفظ والتدمير يمكن التأكيد أن في أساس وجود الكون المزدوج تتوضع بداياتنا وثلاث حالات أي أوضاع وناشئة أخر أنا هنا لا أنوه إلى أن الأساس هو الواحد والذي منه خرج الكون المزدوج لأن هذا مفهوم وبديهي لقد لاحظت أن هناك أناس كثيرين ببساطة هم لا يذكرون أنهم يعيشون في عالم مزدوج وحتى عندما تورد لهم أمثلة مثل أن في الكون ليلا ونهارا نورا وظلمة شتاء وصيفا وتؤرد عليهم يحاول إيجاد جنس ثالث ورغم هذا لا تجدهم يفهمون عما يدور الحديث الطريقة الأفضل على الإطلاق للفهم والإحساس بازدواجية هذا العالم هي بوداء أصبعين في مدخل كهربائي حينها ستعيش البنية المزدوجة للعالم من أوسع أبوابها المتناقضات الأساسية إن وجود المتناقضات في كل أشكال الحياة ومجالتها تقضي بوجود توتر وتيار فيما بينها رغم أنه من غير الممكن لنا رؤية ذلك دائما والإحساس به بوضوح كما هو الحال مع التيار الكهربائي وبفضل الطاقة تحديدا تلك الحاضرة في النقائد يحيى كوننا ويتطور كذلك يحيى الإنسان ويتطور بفضل الأشياء المتناقضة الموجودة بداخله على سبيل المثال نصفي المخ اليساري واليميني وبالنظر إلى هذا العالم نقسمه بوضوح ودقة كبيرة إلى ما هو لي وما هو ليس لي مقرب وغريب بعبارة أخرى نحن نميز فيه الداخل والخارج ونمنح لهذا أو ذاك هذه الدرجة أو تلك فالذي نعده مقربا نقبله وما نعده غريبا نرفضه وننبذه كيف ستصبح حياتكم لو اختفى منها كل مقرب وكل غريب وكيف ستصبح حياتكم لو أنكم توقفتم عن التمييز فيها ما بين الغريب والمقرب نحن أيضا نجيد تقييم الأشياء أشياء محدودة وضع محدد في المجتمع على سبيل المثال نحن نعد هذا ذات قيمة وتلك قيمتها لا تذكر أي أن هذا العالم هو وفق فهمنا ركزوا انتباهكم إن كل شيء يبدأ في العقل وله أعلى وأسفل أي أنه يتوضع بشكل عمودي من بين ذلك وهنا كذلك الأمر نحن نعطي التقييم كيف ستتصرفون وكيف ستعيشون فيما لو توقفتم عن التمييز بين الأعلى والأسفل ماذا سيحدث لحياتكم؟ ولكم إن فقدت الأشياء قيمتها بالنسبة إليكم يتحدثون أن جوتا قال ذات مرة الرب في صغائر ماذا عنى جوتا بذلك؟ نحن نعد كل الأشياء في هذا العالم إما صحيحة أو غير صحيح مثلا كيف تعيشون حياتكم؟ قد تعدون ذلك ليس صحيحا وكيف يعيش أحد ما آخر غير صحيح الرجال مثلا يرون أنهم يعيشون حياتهم بشكل صحيح في المقابل يرون كل ما يقمن به النساء غير صحيح والعكس وبالتالي فإننا في هذا العالم نميز بين محق وغير محق يصار ويمين وفي داخل هذه الثنائية نحن أيضا نعطي التقييم من ستصبحون؟ كيف ستمدون حياتكم إن توقفتم عن عد أنفسكم محقين؟ ماذا سيحدث لو توقفتم عن التمييز بين المحق وغير المحق؟ الأحقية هي إحساس ينطلق من جملة معتقدات وقناعة هذه القناعة والأشكال الفكرية أنتم كونتموها على مدى عشرات سنين واقعيا يمكن التأكيد أنكم أنتم هي أشكالكم الفكرية ولهذا فالإيمان في قناعتكم الشخصية وأحقيتها صلب وقوي ولهذا أنتم تسعون دائما لإثبات أحقيتكم مهما كلفكم ذلك وبكل الطرق ماذا يحدث للأنا خاصتكم عندما تتوقفون عن إثبات أحقيتكم؟ ماذا سيحدث للأنا خاصتكم عندما ستقرون بأحقيتكم وبالأشياء غير المحقة اليسارية؟ وهكذا نحن قد أوضحنا بدقة بأن هذا العالم مزدوج وفيه يمكننا تمييز الأشكال التي نميز فيها الداخل والخارج الأعلى والأسفل اليسارة واليمين لذلك نحن نقابل الأشياء المتضادة ببعضها البعض عند التفاعل المتبادل مع العالم الخارجي نجري عمليات التمييز والتقييم التي تخرج منها مواصفات الأشياء مثلا الغرابة والقيمة والسحة هذه الحالات الثلاث تهني الحق في الحياة كما ترون هذا العالم في أساسه بدائي فطري البنيان والبرهان بشكل منطقي على ازدواجية هذا العالم أي أنه يتكون من متناقضات أمر سهل للغاية لكن فهم ذلك عقليا هو فهم سطحي يمكن فقط أن يعقدكم مشكلا وهما وكأن الأمر الآن قد صار معلوما من المهم رؤية وفهم كل هذا في القلب وحينها يمكنكم بالفعل القيام بخطوة هامة جدا باتجاه الحرية الشخصية واكتساب القوة الداخلية يمكن حتى تأكيد أنكم ببساطة تتواجدون هناك وقبل الاتحاد في الواحد الكامل في الداخل ومن الخارج من الضروري التعرف على التناقض الذاتي المزدوج الذاتي وقبولها فماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنكم كبداية يجب أن تتعلموا رؤية وتقييم المقدرة على أساس تقييم السيء والجيد المقرب والغريب ذي القيمة ودون ذي القيمة تذكر وصحيح وخاطئ أنتم تعيشون في عالم مزدوج وبالتالي ما تقيمونه طبيعي ومن الضروري التعرف على هذا كما يجب وقبوله حينها فقط ستخطون خطوة نحو الوحدة وكلما كنتم على معرفة أفضل بخاصيتكم ألا وهي التقييم والتمييز كلما كنتم أقرب للوحدة في نهاية المطاف ستسلون لوضع فيه سترون وتعيشون وحدتكم وتناقضاتكم ومزدوجاتكم بعد كل ما ذكر أعلاه أمل أنكم بسهولة ستحملون الكون ذات مرة زار المعلم ديزاين الراهب الديزايني وهو يحتضر أيمكنني أن أنصحك؟ سأل المحتضر أنا جئته إلى هنا بمفردي أجاب الآخر ولوحدي أذهب فبماذا يمكنك مساعدتي؟ إن كنت تعتقد أنك في واقع الأمر يمكنك أن تأتي وتغادر فإنك تائه للعم اسمح لي إلى أن أرشدك إلى طريق حيث لا قدوم ولا مغادرة ابتسم الراهب وابتع سحر القطبية والآن تعالوا لننظر كيف تتجلى المزدوجة أو التناقضة في الحياة في عادات اليابان الشعري اليان واليانغ كما صار واضحا جليا أن هذا العالم متناقض ومزدوش ويتضمن في ذاته نواة لبداية التناقض ببساطة نقول إن في الخير يوجد شر وفي الشر يوجد خير شعبنا عارف وبشكل رائع بهذا القانون حيث يقال لا تفعل الخير لن يكون هناك شر في كل طرفة يوجد جزء من الحقيقة كان هناك رجل يعمل سائقا لباس يعتمد على التغذية الكهربائية تروبوليس تروليبوس وقد عمل طويلا وقد عمل طويلا ممارسا المهنة ذاتها الأمر الذي أدى به إلى الإصابة بمرض مهني نتج عنه عجز من الدرجة الثانية هذا كان في بداية التسعينيات حيث حدثت قفزة كبيرة في الأسعار وكل أنواع الأجور وكعاجز حددوا له راتبا تقاعديا وكان لديه زوجة وطفلان أحدهما كان رديعا واضح أن زوجته لم تكن تعمل ألذاك وكانت تتقاضى تعويضا ماليا مقدره أربعون روبلا شهريا ومن جراء ما حدث من ويلات ومصاعب فقدت حليبها الطبيعي واضطرت للاعتماد على الحليب المجفف لإطعام رديعها وكان سعر الحليب المجفف ذلك الوقت سبعة روبلا الصورة الآن أصبحت واضحة لكم عن حالتهم أنذاك وما آلت إليه أوضاعهم سعى الرجل لإيجاد مخرج ما من وضعه ذلك فاتجه طالبا المعونة إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي لكنه لم يحصل على المساعدة المرجوة عشرة روبلا فقط عندما عاد إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي ليشرح وضعه مجددا وطلب بعض المال أيضا لم يستمعوا إليه بل طردوه من هناك هذا الرجل أبسك بالعشرة روبلا وألسقها بكل ما ملك من قوة على جبين الموظف المسؤول في المؤسسة المذكورة وغادر طبعا تم حرمانه لاحقا من تعويض عجزه وبدأت مسيرة تعاسته والصراع لأجل البقاء إن قصته جديرة بأن تروى لما فيها من أحداث مدهشة لكن ما يعنينا هو النهاية الآن هذا الرجل واحد من أكثر رجال الأعمال نجاحا في مجال تجارة الكتب الشر في الكون الثانوي الشر في الكون المزدوج يحمل في ذاته خيرا هو خيرا بذاته إن أحببتم التفكر في هذا بمقدوركم القيام بذلك وتذكر الكثير من الأحداث والأمثلة المماثلة في حياتكم بالمناسبة إن هذا يساعدكم على العفو على العفو والتخلي على المشاعر السلبية التي ما زالت مختزنة لديكم إذا ما تسمونه أعداءكم ويحدث أن الناس يؤكدون على كل حال أن الشر شرا كيفما هو كيفما أدرته وكل هذا بسبب عدم قدرتهم على رؤية المتناقضات التي يحملها الشر في ذاته هذا يجب وكل هذا بسبب عدم قدرتهم على رؤية المتناقضات التي يحملها الشر في ذاته التي يحملها الشر في ذاته وهذا ما يجب تعلمه الخير في العالم المزدوج يحمل في ذاته شرا وهو نفسه الشر تعالوا لنستعرض هذا من خلال الأمثلة أحد السيدات تمنت وبقوة أن يحصل ابنها على تعليم عال ولهذا انتسب إلى الجامع وكان مثابرا جيدا وطالبا متميزا وقد لاحظ الجميع ذلك وتنبأ بمستقبل لافت له الأم عملت على الدوام دافعة بابنها إلى المزيد من الجد والاجتهاد ليصبح أفضل وأفضل وفي أحد الفصول المدرسية قبيل الامتحانات استنفذ كامل طاقته وأصابه انهيار أدى إلى عدم تمكنه من تقديم امتحاناته وأصيب على إثر ذلك بحالة متقدمة من حالات الشيزوفرينية الأم ما زالت تفعل الخير لأجله أي ما إن يتحسن وضعه قليلا حتى تبادره إلى مضاعفة الجرعة الدوائية المعطى له على أمل أن يتعافى سريعا ومن جديد تتأجج حالته ويعود لمرضه سيدة أخرى تربي بمفردها ثلاثة أطفال يمكن القول إنهم موهبون جدا فماذا هي تفعل لهم؟ هذه قصة كاملة تكفي لكتابة كتاب كامل حول أحداثها ومجرياتها وفق أسلوب ديستوفسكي وذات مرة خرجت الإبنة وأخوها للعب بالقرب من المسكن وكانت هي المرة الأولى والوحيدة التي لعبت فيها بلعبة التدحرش من أعلى المرتفع المتخصص لذلك فتعرضت لكسر وعطب أصاب العمود الفقري والعصعص إصابة بالغة الأخو يؤكد أنها لم تقع سيدة أخرى أرادت أن تنذر نفسها للأسرة وتربي الأطفال أي الدخول إلى أفضل التقاليد وفي المحاصلة حكم ابنها للمرة الثانية وأدخل السجن ربما يكون المثال الأكثر سطوعا على أن الأسود هو الأبيض والأبيض هو الأسود هذه الثنائية السجان والسجين السجان مجبر أن يكون دائما بالقرب من السجين وعلى هذا النحو بدوره يصبح سجينا وحينها كما استطاع السجين أن يفرد على السجان أن يبقى أمامه ويحرسه فإنه كذلك الأمر يلعب دور السجان ولعبة أخرى رائعة النور والذل أليس كذلك؟ لكن ربما قد نكون ذهبنا بعيدا وبإظهارنا للخير شرا وللشر خيرا فهذا بحد ذاته ليس سوى تأثير متبادل ساكن لمتناقضين اثنين ونحن الآن ما يهمنا هو البعد الحركي لتأثيرهما المتبادل أي كيفية انتقال أحدهما إلى الآخر كل عملية تنتقل مع نهايتها إلى نقيدها فإذا أنتم بلغتم أمرا ما إلى نهايته فإنكم تنتقلون إلى نقيده وبالخضوع لأمر ما أنتم تنتقلون إلى الحالة المضادة ولطالما كان في ذلك بداية متضمن عكسها أي ضدها فدائما توجد إمكانية الانتقال من متناقضة لأخرى أي من حالة لأخرى أي أنه في حال بلوغكم مثلا القمة بكل ما لهذه الكلمة من معنى فسينطلق القانون وستبدأون بالنزول إلى الأسفل وبالطبع لدى كل إنسان قمته وإذا كنتم تعتقدون أنكم محقون فسينطلق القانون وستبدأون بالانتقال إلى الحالة النقيدة حالة عدم الأحقية ذات مرة وفي إحدى الندوات لاحظت الحالة الآثية المثيرة للاهتمام الشخص القائم على الندوة أقدم على معاقبة المشاركين بشدة وحزم على تأخرهم في اليوم التالي مفتردا بذلك أنهم يتأخرون بشكل مستمر وهو يأتي في الوقت المحدد وفي اليوم التالي اجتمع الجميع في الوقت المناسب باستثناء الشخص الرئيس القائم على الندوة تأخر وتأخر خمسة عشر دقيقة كاملة حيث تبين أن السيارة التي كان من المفترض أن تقله تعطلت وكان العطل كبيرا وجديا الشخص الذي كان مكلفا بإيصاله إلى الندوة بادر فور تعطل سيارته بالاتصال بجميع معارفه لكنه لم يعثر على أي منهم في المنزل فالوقت كان صباح يوم سبت اضطر للبحث عن سيارة عابرة تقله إلى عمله وهذا لم يتوفر بسهولة وكأن جميع سيارات قد اختفت مع العلم أن هذا حدث على أحد الأوتوستادرات الحيوية التي تعيش بالحركة بعض المشاركين في الندوة عبروا عن استيائهم من تأخر القائم على الندوة ولا سيما وأنهم يرغبون دائما بالتقييد بالاتفاقات ويسعون إلى ذلك وفي اليوم الثالث حضر القائم على إدارة الندوة في التوقيت اللازم في حين أن المشاركين تأخروا وبعضهم كان تأخره كبيرا عندما تسعون للعدالة والنزاهة والسعادة وترون أنكم قد بلغتم هدفكم فإنكم بهذا الشكل تشغلون تشغلون القانون الذي يبدأ بدفعكم باتجاه الحالة المضادة تجب الإشارة إلى أن القانون نفسه يؤثر وينطبق علينا فإذا كنتم تعتقدون أنكم أقوياء وأذكياء ونبلاء وأن كل شيء لديكم يسير على خير ما يرام هذا يعني أنكم في لحظة قريبة ستكونون في الحالة النقضة وإذا بدأتم تنتفقون من جراء غروركم واعتزازكم بأفعالكم ونجاحكم هذا يعني أن ذلك سينتهي سريعا وقد صار انتهاؤه قريبا جدا انظروا وراقبوا حركة النواس لا سيما حين يبلغ نقطة الوسط يبدأ بالارتفاع وهو بكل قوة يسعى للوصول للنقطة الأكثر ابتعادا لكنهم ما إن يبلغها حتى يغادرها كم من المرات في حياتكم حدث أن قلتم إنكم بلغتم هدفكم ونلتم ما أردتم ثم أضعتم ذلك لاحقا كلما قلنا لأنفسنا ذلك فإننا نفقد ما بلغناه حيث يبدأ الشيء أو الإنسان أو بالابتعاد عنه والرحيل جسديا أو ذهنيا هل تذكرون كيف أن الناس في حالات كثيرة يقولون إنهم يملكون كل شيء جيد وأنهم يعيشون بصحة جيدة وبخير وترى هم يتعبون يتبعون ذلك بلفظ أو إشارة ما لمنع الحسد كما يقال نعم إن كل قوانين هذا العالم معروفة لنا في وجداننا كل مرة عندما نقول في أنفسنا هذا غير موجود لدي ونأخذ بالفعل هذه الوضعية للأشياء فإن هذا الشيء أو الإنسان يبدأ بالاقتراب منا جسديا أو على المس مستوى الذهني تذكروا حادثة حصلت معكم أنكم مثلا تقبلتم غياب شائع ما وسلمتم بذلك وتوقفتم عن التفكير به وانتظاره وفي لحظة ما سرعان ما حصلتم عليه وحينها بدا هذا كمعجزة نحن دائما نحصل على ما هو ضروري لنا عندما نتوقف عن المطالبة به هذا يشمل الأشياء التي ننغبها بقوة سواء كانت أشياء مادية أو حالة ما كالحرية مثلا هل قرأتم عن الدوامة المائية أو رأيتموها شخصيا الطريق الوحيد حسب علمي للنجاة من الدوامة المائية هو عدم مقاومتها حتى استنزاف كامل حتى استنزاف كامل القوة وإنما الاستجابة لها حتى بلوغ القاع وهناك تضعف قوة الطيار فيسهل عليكم الخروج وتستطيعون أن تطلقوا أن تطفوا من جديد كما ترون في كل مكان من الطبيعة الأشياء كلها تتكرر لأن القانون واحد في كل مكان زوج أحد سيداتي كان يشرب الكحولة وهو ذو سلوك غير سوي ومع استمرار هذا كان يطول غيابه عن المنزل وكانت هي على الدوام تبحث عنه وتجري خلفه وبعد جهد جهيد تتمكن من العثور عليه فتعيده إلى البيت أحيانا كانت تبوء كل محاولاتها بالفشل وأخيرا وفي إحدى المرات خرج ولم يعد لأيام عدة فجلست الزوجة وأخذت تطرح على نفسها الأسئلة الآتية لماذا أنا أشغي لماذا أنا أجري خلفه لماذا أحاول كل مرة العثور عليه إعادته للمنزل لأني أخاف البقاء وحيدة أجابت أنت بطبيعة الحال وحيدة بالبيت تردد صوت داخلي فقبلت واستسلمت للوضع وقررت بأنها لن تبحث عنه بعد اليوم ولن تجري خلفه ولم تنقضي سوى ساعة فقط حتى رنى جرس المنزل وإذا بالزوج يقف بالباب ولم يغادر بعد ذلك مطلقا وتخلى عن عادته السابقة إذا صادفتم مشكلة ما فادخلوا فيها واعبروا من خلالها إلى الجهة الأخرى وإذا وجهتموها مقاومين لها لا مسلمين بها فإنكم حينها ستستنزفون كل طاقاتكم وتكونون كمن يتعرض للاكمات كثيرة موجعة على ظهره وهو يحاول الهرب من تحت تلك اللكمات عندما تواجهون رعبا ما وتدخلون فيه دون التهرب منه بل متأثرين بما فيه من مشاعر كاملة فإنكم بسهولة ستعبرون إلى جهة أخرى كل مشكلاتكم ومخاوفكم هي مداخل إلى القوة والمعرفة والحرية فلدى المنادة خاصية الوثبي فيمكن القول إن التباين والتضادد بطبيعته يملك خاصية الانتقال من مكان إلى آخر ومن واحد إلى آخر هناك طريق واحد وربما وحيد لمراقبة كونه ووجوده في إحدى المتناقضتين وهذا يؤسس لنظام الاقتراب إلى الهدف فأنتم تعرفون أن الوثبة يحدث وعين حينما تبلغون الحد الأقصى انظروا إلى ما بلغتم في الحياة على أنه درجة على طريق الهدف الأكبر وغير مفهوم فأيضا لا تحزنوا فهذا يحدث لأنكم تستعجلون وتلك هي سمة عقلكم هو دائما في عجلة من أمره هناك حيث وجدتم أنفسكم والمعنى يضيع منكم أعطوا لأنفسكم الوقت للتكيف مع كل ما تسمعونه على هذا يمكن أن يذهب يوم إلى ثلاثة أيام أتمنى لكم النجاح إن المعجزة أحبائي ليست في أن تطير في الهواء أو تسير على الماء بل في أن تسير على الأرض كما هو معلوم للجميع في الشرق لا يمكن الفصل بين الفنون القتالية والحياة لأنه هو في المجالات الحياتية جميعها تعمل القوانين ذاتها والمتغير فقط هو شكل ظهورها وصيغة تجليل توجد أساليب عدة في الفنون القتالية الصينية تشبه وتقلد حركات مختلف الحيوانات ومن بينها أسلوب البطة يرون أنه بهذا الأسلوب المعلم البارع يستطيع فعل ما لا يقدر على فعله الآخرين عندما يتحرك تنغرس رجلاه في الأرض من واحد إلى اثنين من السنتيمترات كيف التواجد هناك وأين أنت في اللحظة الراهنة؟ في إحدى المرات ذهبت مع عائلتي إلى البحر للاستراها والاستياف فاستيقظت باكراً وذهبت إلى الشاطئ لأتمشى وأتمتع بالهواء الصباحي النقي وبالماء البارد وبأشعة الشمس الدافئة الممتعة لا سيما في هذا التوقيت بالتحديد كل صباح وحيث كنت أتمشى كانت تمر على الشاطئ بالقرب مني ثنائية جميلة زوج وزوجة ومعهما طفل جميل جثاب ابنة بعمر خمس سنوات الأم والطفلة تبدوان وكأنهما من صدف الملائكة تشعال رقة وإشراقاً وصباح أحد الأيام عندما كانت تمران بالقرب مني سقط نظري مصادفة على الأثر الذي تخلفه خطوات المرأة على الرمل أصابني الذهون فكما تعرفون الرمل يكون كثيفاً جداً قرب الماء ومع هذا فإن خطوات أقدام تلك المرأة غاست في الرمل بعمق نصف سنتيمتر وربما أكثر أنا كنت أزن دعف وزنها ولكنني عندما حاولت أن أترك آثاراً على الرمل كتلك الآثار لم أتمكن أبداً فصرت أقفز قاسداً ذلك ورغم ذلك بقي الأثر الذي تتركه قدمي في الرمل أقل من أثر قدمي تلك المرأة بل وأقل أيضاً من أثر أقدام تلك الطفلة الصغيرة لم أرى بعد ذلك تلك الأسرة أبداً ما الذي يدفع بأقدامكم؟ ما الذي يفصلكم عن الأرض؟ في أواخر الستينات توفي المعلم موريخ أسيبا الذي يعد مؤسساً لواحد من أرواع الفنون القتالية ويسمى الأيكيدو وذات مرة أراد التلاميذ اختبار معلمهم فقرروا التسلل خفية بعد أن يكون قد خلد للنوم للتعرف على ردة فعله وما إن اقتربوا من الباب حتى سمعوا صوت المعلم يقول من بالباب؟ هربوا على الفور وانتظروا حتى يخلد للنوم من جديد ليعاودوا الكرة ومن جديد ما إن اقتربوا من الباب حتى سمعوا نداء المعلم من بالباب؟ ومن ثم حاولوا مرات عدة الدخول إلى غرفة لكنهم من جديد ومن جديد كانوا يسمعون النداء ذاته بصوت معلمهم الهادي حل الصباح وكان التعب قد نال من التلامي أما المعلم فقد بدى مرتاحاً وفي نشاطه المعتاد لماذا لا تشعرون أنتم بالأمان؟ أين يقع ذلك الخوف في جسدكم؟ في مدى غشقر وفي القرن الثامن عشر كان يعيش الإنسان الذي استطاع أن يحدد بدقة اليوم والساعة لوصول أي مركب شرعي إلى الميناء وعندما كان الناس يسألون كيف له معرفة ذلك كان الإنسان يجيب يكفي أن تنظروا بإمعان حولكم ما الذي يعيقكم أن تنظروا بانتباه حولكم؟ في لغتنا توجد عبارات مثل يجب نيل هذا يجب بلوه ذلك أو من الضروري الوصول إلى وليس مهماً هنا سواء كان الحديث يدور عن الأشياء أم عن الحالات والأوضع بقولنا هذا نحن وبشكل تلقائي نفترض ونعني أن موضوع أمنياتنا وأمالنا منفصل عننا ويقع في مكان ما في الخارج وليس فينا أليس كذلك؟ فماذا تدعون حينئذ بينكم وبين ما تريدون بلوغا؟ فإذا كان هناك شيء ما غير موجود فيكم فهل يمكن بشكل عام بلوغ هذا والحصول على ما هو غير موجود فيكم؟ الحرية من يعرف ما هيتها؟ أحدنا يعني بهذه الكلمة الحرية ومن ورائها القوة وآخر يعني السلطة وآخرون المال وآخرون يعنون المال والاستقلالية كل واحد منا يعني بهذه الكلمة شيئاً ما محدداً يهمه ويعنيه كل واحد منا يسعى إليها كل أفكارنا عن الحرية وهذه ليست أكثر من تعريف وفي كل تعريف يوجد تقييد وتحيد نضع أنفسنا فيه لكن لا يمكنه مطلقاً نقل وإيصال جوهر وحقيقة الموضوع المطروح فعلا تعالوا لنجرب مقاربة الموضوع من جانب آخر في هذا العالم كل شيء موجود بما في ذلك الأجوبة عن جميع الأسئلة وإمكانية إيجادها ولو كان الأمر غير ذلك لم استطاع العالم البقاء والاستمرارية وما كان من الممكن أن تظهر فيه شخصيات بارزة مثل المسيح ومحمد وبوذا وغيرهم وبما أنهم قد وجدوا الإجابة فذلك يعني أن الإجابة موجودة وأن الأمر في مستطاع أي أحد آخر وحيث أن كل واحد منا هو جزء من هذا العالم هذا يعني أن كل واحد منا يمكنه أيضاً أن يفعل ذلك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة